انا يعني انتظر دائما اي طيار فكري وبهتم فعلا وليس لدي غضادة في التعامل مع اي احد اي ان كان درجة الخلافة فما يجمعنا اكتر مما يفرقنا ده بشكل عام وخاصة في السياسة بتتحمل ولابد ان يكون عن تنوع سياسي تنوع ثراء اؤمن بهذا بحق اؤمن ان التنوع ثراء لكن انه يضطح طيار جديد ده انا بكلم على نفسي وبالاصالة عن نفسي وعن ما اعتقده وعن ما افكر فيه وعن معتقداتي وعن احلامي وطموحاتي لهذا البلد انه محتاجين 100 طيار الليبرالية يا جماعة طيب يا استاذ محمد سادات وانت تعلم يعني اني صادق فيما اقول نحن في حاجة مسة الى اعادة تقديم واعادة تعريف لمعنى الليبرالية الليبرالية في ناصر من ايام استاذنا الكبير ابو الليبرالية في ناصر احمد لطف السيد وهو ما كان بيقول الليبرالي كفروه في الجامعة احنا محتاجين نقدم للشعب المصري تعريفا جديدا جيدا لمفهوم الليبرالية او الليبرالية الحديثة او الليبرالية الجديدة الليبرالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلينا نقدم للناس فكرة انا والله يعني مخلصا بقول يا رب تنجحوا يا رب تنجحوا وتقدموا للناس مفهوم وفكرة الليبرالية وتنسجوا كده حاجة الناس لان احنا حزب الوفد مثلا حزب الليبرالي هل الحزب الوفد بوضعه الحالي هو ممثل الليبرالية الحقيقية ولا حد عن الطريق انا بس اسئلة انا معرفش هل الاحزاب الموجودة فيه معروف حزب التجمع وعلى الضرب يسير حزب الوفد المفروض الليبرالي ده المفروض اشتراكي او يساري او نصيري او غيره وعندنا حزب الكرامة وعندنا وعندنا حاجات وعندنا مستقبل الوطن وعندنا التحالف والشعب الجمهوري وعندنا حماة وطن عندنا احزاب كتير جدا الاحزاب الكتير دي انا في الاخر نفسي ده ظاهرة صحية ان احزاب كتير 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 لكن في الاخر مية واربعة مية وخمسة مية وثمانية مش فارق معايا كتير في الاخر التكتلات كتلة بتؤمن بالفكر الليبرالي في قدرت الاقتصاد هذه الفكرة عجبنا اوي كلمة ان احنا تحالف فكر يعني نقعد نشتغل بانع من الباقي عصف زهني ونطلع افكار تناسب المجتمع المصري مش جايبها هشام قاسم من امريكا مثلا يعني لان الليبرالية الامريكية ما تتسبنيش الديمقراطية الامريكية بالمناسبة ما تتسبنيش الديمقراطية جابت هتفر قبل كده وجابت مسيليني قبل كده وجابت ترامب يعني محدش يععد بتزيني يقول لي الديمقراطية لا تزف الديمقراطية على الطريقة الغربية انا مش عجباني انا حر وده رأي اخر اعتبرني رأي اخر واسمعني برضو حقوق الانسان على الطريقة الامريكية والغربية هي ماش عجباني طلعوا لي يا جماعة نموذج للليبرالية المصرية يلا طلعوا وإحنا معاكم ونتناقش ونتخانق ونتحاول ونطلع بحاجة جديدة بس بأدب بعيدا عن الابتزاز السياسي بعيدا عن المناكفة السياسية بعيدا عن المكايدة السياسية